شو الفرق كان فيه قبل مسألة مسبار الأمل اللي أرسل من قبل أيضا الإمارات من بعدها كان فيه الإمارات تهزاعة المنصورة أيضا قضى رحلة باعتقدة لثمانة أيام اليوم نحن أمام تاني أطول رحلة ستكون لستة أشهر شو الفرق بين الثلاثة يعني بين أول مسبار الأمل اللي كان عم يدرس اختبار إمكانية الحياة على المريخ وبين رحلة هزاعة المنصورة ورحلة اليوم صالح عن نيادي يلي عم تنعمل بإشراف من قبل أو بهذا البرنامج اللي عمله مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء بدباي بالأول خليني واجه تحية للإماراتيين بالحقيقة لأن الجهد الكبير عمالي بيعملوه بمجال الفلك ومش بس بمجال الفلك يعني بلشوا أول شي بأنشأوا الوكالة الفضاء الفلكية الإماراتية وبلشوا يحضروا لرواد فضاء عرب عبر برنامج ديفي شو عبر برنامج أسترونوت عملوا هذا البرنامج هو تدريب حقيقي للشباب أنه يتحملوا مشاء الرحلة الفضائية صديقنا دكتور عباس هو كان من ضمن اللي عم تشيري عم بيشكرك بهذا البرنامج ورح يكون أيضا معنا بهذه الحلقة رانا أولى وهي استيزي بالأليو كمان كانت من ضمن المشاركين بهذا البرنامج خلينا نشوف الصور شباب بس مخرج نشوف الصور اليوم نحنا عم نحكي لصبيحة هذا اليوم بتوقيت الإمارات انطلاق هذا الصاروخ الذي يضم المركبة الفضائية التي توجه عليها رواد الفضاء ومن ضمنه خلينا شباب نشوف القسم الشاشة ونحنا كل الوقت عم نحكي مع الدكتور نشوف هذه الصور فكانت المهمة الثانية أرسال رائد فضاء عربي لأول مرة بتاريخ المحطة الفضائية الدولية اللي هو هزيع المنصورة بالألفين وعشرين 2020 2019 ممكن 2019 بأعتقد نعم فإذا طلع على متن المركبة الفضائية وقضى طلع على المحطة الفضائية الدولية وهون محطة الفضائية الدولية لنشيل اللبس عن الناس إنه هي منها شغلة كتير بعيدة هي أمر صناعي كبير عم بدور بمدار حول الأرض على مسافة على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر 408 كيلومتر بسرعة رهيبة بسرعة حوالي 8 كيلومتر بالثانية يعني 28 ألف كيلومتر بالساعة فهو طلع بسرعة 8 كيلومتر بالثانية بالثانية يعني نحن عم نحكي بس عم تقلي 400 كيلومتر إذا نحن عم تخيله هي منها مسافة بعيدة منها مسافة بعيدة بس كونها عمودية كونك أنت عم تطلع تختلف العوامل أنت كيف تطالع كيف تطالع هي من الجهة والجهة الثانية أنه لما تبعد صاروخ ليروح على المريخ مثلا وصاروخ مش مسكون مش مأهول فيك تخليه يسرع قد ما بده عنده الانطلاق ده أنه ما فيه عنصر بشري ده ما فيه عنصر بشري يتحمل صدمة الجاذبية القوية فيها بيحملوا للشباب حوالي 4 مرات جاذبية الأرض يمكن 5 مرات بيحملها بس أنه يطلع بجاذبية قوية أكتر من هيك بتأذي القلب أكيد وممكن تقدي لوفاته مشان هيك مجبورين يطلعوا بجاذبية محددة دي بسرعة محددة دي بالأول بتتزيد هالسرعة لا يوصلوا لسرعة 8 كيلومتر بالثانية لأنه لما بدك تعمل احتكاك مع حطة الفضائية الدولية وانتصاء معها ينزلوا الركاب الرواد من الاندييفر من الكارجو من الكابسولي الفضائية اللي طلعوا فيها الكابسولي اللي بتكون هي بس خلان نشرح شوية نحن يعني أنا نضمن الناس اللي عم نتعرف اليوم على بسيق هذا التحضير عنا اللي بيسير بتكون هي تنفصل عن هذا الصاروخ الكابسولي هي الصاروخ بيقدي بهمته وبيسلم لصاروخ أصغر هو حامل الكابسولي وبتضلوا يدوروا ياخدوا نفس المدار والمسار طبعا بحطة الفضائية الدولية لا يجوا لإلى والاستضامة يكون من نفس السرعة يعني كيف تنزل بالبراشيوت بتخبط بالأرض على مهلك هاي كمان الارتطام بين الاثنين بيكون على مهل لحتى يأمن التراصف المضبوط وينزلوا يقدروا يفوتوا يقدروا يفتحوا النافذي بدنكونوا جوا بقلبها بدون محل رح فصل أنا وياك دكتور شعلان المهمة التانية اللي بتصير من بعد وصولهم إلى المحطة الدولية بس أشرت إلى نقطة مهمة